يقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد من أهم الأمور التي ينبغي أن نحرص عليها نحن المسلمين ما يتعلق بتعظيم الله سبحانه وتعالى ووسائل تعظيمه جلت قدرته وذلك له ارتباط بالعقيدة وعلى كل مسلم أن يهتم به لأنه تعظيم لله جلت قدرته وطبعا أعظم نعمة على الإنسان هو إيمانه بربه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر وعبادة الله سبحانه وتعالى وحده طاعة سبحانه وتعالى فيما عمر اجتناب ما نهى عنه واجتجر هذا كله تعظيم لله سبحانه وتعالى ولذلك إذا أردنا أن نتحدث عن وسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى فيمكن تلخيصها في أمور من أهمها إفراد الله سبحانه وتعالى بالوحدانية وأن ما شاء الله كان ما لم يشاء لم يكن وأن الخلق كله تحت إرادته سبحانه لا يسأل عن ما يفعل وهم مسألون طبعا ذلك يؤدي إلى تعظيم العبد لربه إلى انتقاله من توحيد الربوبية إلى توحيد العبودية فيكون الله سبحانه إلهه ومعبوده وحده يحب ما يحب الله يضغض ما يبغض الله يعبد الله ويطيعه وفق ما شرع في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم من وسائل تعظيم الله تدبر معاني أسماء الله سبحانه وتعالى أسماء الله سبحانه وكلها حسنى تدل على الكمال المطلق وهي مشتقة من أوصافها فتدبرها من أهم تعظيم المولى جلت خدرته ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها ودروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة أي من حفظها وفهم معناها وعثنا على الله سبحانه وتعالى بها وسأل الله سبحانه وتعالى بها واعتقدها فإنه يدخل الجنة والجنة لا يدخلها إلا المؤمنون والصادقون أيضا من وسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى تدبر القرآن لأن القرآن هو كلام الله العظيم هو صراطه المستقيم فتدبره ضرورة لكل مؤمن به يعني في مجال العقيدة في مجال العبادة في المواعظ في القصص حتى قصص الأنبياء يجد الإنسان فيها الخير الكثير حينما يتدبرها الإنسان فتدبر القرآن يحق المسلم تعظيم ربه سبحانه وتعالى الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية اقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله فكيف بالإنسان المخلوق الضعيف من وسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى التفكر في آلاء الله ونعمه في مخلوقاته فآلاءه سبحانه وتعالى ونعمه عظيمة على البشر والتفكر فيها وتعملها وشكر الله عليها يؤدي إلى تعظيم الله سبحانه وتعالى وفلاح المتدبر فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون وطبعا صحاب الرقول الصحيحة هم الذين يتدبرون خلق الله سبحانه وتعالى مما يؤدي إلى مزيد من تعظيمه سبحانه وإجلاله إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقينا عذب النار من وسائل تعظيم الله تعظيم شعائره وحوماته ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب فالقلب التقي الصالح هو الذي يعظم شعائر الله سبحانه وتعالى فتعظيم عوامل الله ونواهيه من وسائل تعظيمه جلت قدرته وكان من شدة تعظيم الصالحين لربهم عز وجل بكاؤهم إذا خول فأمر الله أيضا من وسائل تعظيم الله التأمل في سننه سبحانه وتعالى فمن وسائل تعظيم الله التأمل في سننه التي لا تتغير ومن ذلك سنة الدفع ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض الفسادة الأرض سنة التداول وتلك الأيام نداولها بين الناس سنة الابتلاء أحسب الناس أن يترهوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتن الذين من قبلهم سنة التغير إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوء فلا مرد له وغير ذلك من السنن فالتأمل فيها من وسائل تعظيم الله سبحانه وتعالى لأنه يؤدي إلى حقيقة أن لهذا الكون إلها عظيما قادرا له مقاليد كل شيء ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء وقد سير هذا الكون وفق نظام محكم لا يتبدل وأنه سبحانه وتعالى لم يخلق شيئا عبثا وله الحكمة البالغة في كل ما قدره وقضاه وحكمه سبحانه باهرة تعجز العقول عن الإحاطة بكنهها ويقول الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وما يتدبره الإنسان من آيات الله ومعجزاته يؤدي إلى تعظيم خالقه خالق هذه الآيات والمعجزات وإفراده سبحانه بالربوية والألوهية ومحاسبة نفسه في تصرفاته فما كان منها طاعة لله وعبادة الله فليحمد الله على ذلك وليشكره وما كان مخالفا فليرجع إلى ربه تائبا مستغفرا من أخطائه مؤديا الحقوق لأصحابها عازما على الاستقامة على صراط الله المستقيم